السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار الظهيرة تعليق مسير من رضا عبد العال عن أداء الأهل مع كولر وأول تعليق من شبير بعد هزيمة الأهل بأربعة أهداف وكولر قدمنا مباراة كارثية أمام البنك الأهلي هل يستحق الأهل ركلة جزاء في مباراة البنك لجنة الحكام تكشف وبشرة خير للأهل في مشوار الصراع على لقب دور أبطال أفريقيا وفي البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان نصنع كل جديد ولايك للفيديو كده رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن السويسري مارسي الكولر المدير الفني للنادي الأهلي أقل من مستوى القلع الحمراء ولا يجيد التعامل في مباريات الدور الممتاز فبعد أن سقط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالخصارة أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء السلساء على استاذ القاهرة في منافسات الدور المصري قال رضا عبد العال على قناة تين من وجهة نظري أن كولر أقل من مستوى الأهلي ويتحمل مسؤولية الخصارة من البنك الأهلي في مباراة الفريقين وقال رضا عبد العال كولر أخطأ في الدفع بعمر كمالك قاقل بدفاع في تشكيل فريق الأهلي أمام البنك وهو سبب الخصارة وقد أوقعت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكافة النادي الأهلي في مواجهة نظيره سيمبا التنزاني مع نهاية شهر مارس الجاري في ربع نهاية دور أبطال أفريقيا تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهاية أبطال أفريقيا يوم 30 من مارس الجاري وتزاع عبر قنوات بي أنسبورد أما أحمد شبير فله رأي آخر عيس علق الإعلام أحمد شبير على هزيمة النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام البنك الأهلي عيسو كتب شبير من خلال حسابه الشخصي على إكس الحمد لله في الصراء والضراء وكان حارس مرمى النادي الأهلي وهو مصطفى شبير الذي مني بأربعة أهداف في هذه المباراة وقد سجل مجز تهدف الأهلي الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة ورد عليه كريم بامبو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة ونجح لرضا سليم في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28 وليخطئ مدافع البنك الأهلي أثناء إرجاعه الكرة ثم يسجل فريق البنك الأهلي الهدف الثاني للتعادل ثم بعد ذلك يستطيع النادي الأهلي من تمرير الرضا سليم ثم يتعادل البنك الأهلي ويحرز أيضا الهدف الرابع فبعد ذلك خسر النادي الأهلي بأربعة أهداف وبس مقابل ثلاثة وخسر النقاط الثلاثة أما كولر فكان له تصريح مسير عيث أكد مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أننا قدمنا أسوأ مباراة أمام البنك الأهلي قال كولر خلال المؤتمر الصحفي أن نادي البنك الأهلي يستحق الفوز لافتا أننا قدمنا مباراة كارثية أمام البنك دفاعيا وقد قال عمر قدم مباراة سيئة مش لوحده كل الفريق سيئ وأنا اللي بتحمل مسئولية الهزيمة مش هو علشان بدأت به في مركز مش مركزه ومش هكرر كده تاني في المستقبل الفريق دفع ثمن غالي للاستهتار والتعالي على الكورة طوال المطش أضاف مارسل كولر قائلا أن عمر كمال عبد الواحد مش الوحيد اللي عمل أخطاء كل اللعيبة غلطت النهاردة والخطوط كانت بعيدة محدش كان بيدافع ولا بيدغط وما ينفحش يشيل الخصارة لوحده لكن الأكيد أن عمر ما كانش كويس وما ينفحش يلعب في هذا المركز تاني لكن دي غلطتي أنا وبتحمل المسئولية كاملة وما ينفحش نلومه هو ومش هنكرر كده تاني بعد أن خسر النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وذلك تغافل محمود البنة حكم المباراة عن احتساب طربة جزاء واضحة للنادي الأهلي بعد لمس أيمن أشرف مدافع نادي فريق البنك الأهلي للقرى فما قصة ركلة جزاء النادي الأهلي كشف مصدر بلجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن مدى صحة ركلة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم محمود البنة للنادي الأهلي في الشوط الثاني من مباراته أمام البنك الأهلي فبعد أن نجح البنك الأهلي في تحقيق فوز مهم على النادي الأهلي بربعية مقابل ثلاثة في لقاء المسير جمع الفريقين مساء السلساء على استاذ القاهرة الدولي في مباريات الجولة 15 قال مصدر أن الأهلي استحق بالفعل ركلة جزاء في لقائه أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين وطالب لعب الأهلي باحتساب ركلة جزاء على إسر لمس الكرة ليد أيمن أشرف قائد فريق البنك الأهلي في الشوط الثاني في تزديدة لحسين الشحات لكن الحكم محمود البنة لم يحتسبها وأيضا المحمد الحنفي لم يستدعي محمود البنة لاحتساب ركلة جزاء واضحة لأن محمد الحنفي يكره الأهلي كرها شديدا ولا يمكن أن يحتسب للنادي الأهلي ركلة جزاء وتاريخ محمد الحنفي في هذا المؤمر وقد مني الأهلي بعد ذلك بالهزيمة أربعة ثلاثة على يد النادي البنك الأهلي وأصبح ترتيب فريق النادي الأهلي في هذه المباراة بعد خسارته أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة الأهلي في المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد 8 مواجهات فريق البنك الأهلي في المركز 14 ب15 نقطة بعد 16 مواجهة أما نادي الزمالك أيضا خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الجونة وأصبح ترتيب نادي الزمالك في المركز 13 برصيد 15 نقطة بعد 11 مواجهة الأهلي لعب 8 مواجهات الزمالك لعب 11 مواجهة أما من يتصدر جدول ترتيب الدور المصري الممتاز فالمصر يتصدر ب27 نقطة بعد 14 مواجهة وإمبي 26 نقطة وبرامجز 25 نقطة والاتحاد السكندري 24 نقطة وزد 23 نقطة وفريق الجونة 22 نقطة بعد فوزه على الزمالك أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين واسموح أيضا 22 نقطة سيراميكا كيلو باطرة 21 نقطة وطلائع الجيش 20 نقطة أما جدول ترتيب الدور المصري يتزيله سلاس فرق فاركو ب11 نقطة المقاولون العرب بتسع نقاط والداخلية أيضا بتسع نقاط هذا هو ترتيب جدول الدور المصري الممتاز أما بشرة الخير للنادي الأهلي في مشوار الصراع على بطول الدوري أبطال أفريقيا حيث يمتلك الأهلي فرصة زهبية في الأدوار الإقصائية من نسخ الدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد إجراء القرعة سواء في ربع نهائي أو نصف النهائي أو النهائي حالة أهل النادي الأهلي وهو ما يعني أن جميع لقاءات الزهاب خارج الأرض ومباريات كل مباريات الإيابة في القاهرة كل مباريات الإيابة في القاهرة حيث من المقرر أن تكون مباريات الأهلي وسيمبا التنزان يوم 30 من مارس الجاري وأما مباريات الإيابة تكون يوم 6 من أبريل ثم بعد ذلك في حال التأهل الأهلي إن شاء الله ستكون مباريات نصف النهائي الإياب في القاهرة وأيضا لو تأهل النادي الأهلي في الإياب في القاهرة سيكون النهائي أيضا مباريات الإياب في القاهرة وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته